الويندوز 2 هو النظام الأحدث من مايكروسوفت واللي متوافق مع الشاشات اللمسية معكم بيدياوي و دي او اس بيديا و ده رأيي في تيكنو وينباد 10 تصميم التابلت مفيش فيه اختلافات كبيرة عن فلسفة التصميم الخاصة بتابلتس الويندوز بشكل عام بداية من زر الهوم أو قائمة السرط المتواجد في الأمام مرورا بالسكرين ريشيو 16 لتسعة مناسبة تماما لإستخدام الويندوز جسم التابلت مصنوع من البلاستيك بشكل كامل لكن بصراحة ما تحسشه نرخيص التخشينة اللي في ظهر التابلت هتمكنك من انك تمسك التابلت بشكل محكم نسبيا وبالتالي مش هينزلق منك لكن ليها كان ملحوظة على التصميم التابلت تقيل شوية وبالتالي ده هيسبب لك عدم ارياحية مع الاستخدام المطول السماعات المتواجدة في ظهر التابلت في المنطقة اللي انت بتمسك منها التابلت وبالتالي ده هيأثر على صوت السماعات نسبيا لما تيجي تشغل اي مالتي ميديا والملحوظة الثالثة سوكت الشحن ما عرفش ايه الحكمة من ان منفذ الشحن عبارة عن سوكت دائري غير مستخدم بكثرة بجارب المناسبة منفذ mini HDMI ومنفذ USB كامل ومايك ومنفذ 3.5 ملي الخاص بالسماعات لكن انك تخلي منفذ مخصص للشحن وانت اصلا عندك micro USB تبون تسير على الجانب الايمن بجوار سيرر باورول هوم المستغرم بكثرة وفي كل المحلات فدي كانت غريبة بالنسبة لي بجانب ان تيكنو وفارة cover ومدمك فيه keyboard بمنطقة لمسة للموس بتديك تجربة استغرام لابتوب كاملة وخامة cover وكيبورد حقيقة عالية وبتتاصل بدون اي اسلاك فقط من خلال قطعة المغناطيسية المتوجدة اسفل التابلت اهتم التكنو بالجانب التعليمي في عملة اتفاقيات مع مكتاب الاضواء كتابي دي وبتقدم مع كل تابلت 3 كروت بقيمة 60 جنيه كل كارت صالح لشراء كتاب الالكتروني واحد ومع مكتبة voucher بتديك كارت بقيمة 100 جنيه تقدر تستخدمه لما تعمل مشترايط بقيمة 500 جنيه و3 شهور نت مجاني من orange بجانب فلاشة 8 جيجا و60 ديئة مكالمات اسكايب لأكتر من 60 دولة اعرف اكتر من محتاجات قلبة التابلت من حرف الاي الموجود في عملة الفيديو او من الرابط الذي ظهر لك دلوقتي لكن بشكل عام المصنعية والجودة جيدة جدا التابلت بادعم الميموري كارت وشريحة 3 جي للداتا بجانب ان الزاكرة الداخلية 32 جيجا ويكون متاح لك منها حوالي 17 جيجا مع دعم التابلت المنفذ USB كامل وبالتالي تقدر توصل الفلاشة خريجية او اي اكسسورات زي الماوس وخلافه بجانب احتواء على شاشة بدقة HD والتي هتديك كسافة بيكسيرات 149 بكسل في البوصة المربعة واضافة تكنوس كينبلاستيكية على الشاشة مش محتاج انك انت اللي تلزقها كسافة البكسيرات مش عالية او مش عالية لكن هنا محتاج وقفة وتوضيح ده تابلت ويندوز الستاندرد في اللابتوب لحد 7000 جنيه تقريبا بيكون 15.6 او 14 او 13 بوصة على دقة HD فا ايه المشكلة ان نقبل بالدقة دي في فئة العشرة بوصة لانك مش هتحس بتجربة استخدام مختلفة من ناحية شاشة التابلت لما تيجي تحطه جانب اللابتوب او البي سي وبالتالي شاشة هتقدم لك تجربة مالتي ميديا جيدة جدا اما عن اداية تابلت اللي بيعمل بـ 2 جي جي رام او مع معالج انتل بتردد 12 جي جي هرتز ورباع الانوية المواصفات دي معا بيها تشغيلية ضخمة زي الويندوز فطبيعي قولا واحدا المعالج غير مخصص للاستخدام الشاق ده ويندوز 10 كامل انت هتلعب العب من الستور زي اسفلته وخلافه لكن ما تترقاش انك هتلعب مثلا بـ 17 ده كارت شاشة انتل ومعالج ما بيحتاجش مراحة تبريد وسماكة كبيرة مقارنة باللابتوب فالتابلت مخصص للاستخدام اليوم الخفيف التصفح القراءة مجارد فيديوهات متابعة ايميلات وخلافه وبفضل البطارية اللي بساعة 7000 ميلا امبير فحي التابلت هيكاف معاك مع استخدامك اليومي وبطاريته نظرا لحجمها فابتاخد حوالي 4 ساعة ونص شحر الويندوز 2 بيجي بكاميرا بدقة 5 ميجا بيكسل وبكام امامية لمحاصصات الفيديو اعتقد ماينفعش نتكلم على كاميرا تابلت 10 بوصة انت عاوز جانس تصوير اشتري موبايل او كاميرا احترافية لكن تدور على كاميرا في تابلت فده غير منطقي التابلت متصنعش للوظيفة دي لكن الكاميرا هتكون مناسبة على قد تصوير مستند او تصور ورق من زميلك تصور رشيد مثلا وتروح تنقله وتسلمه وهكذا بكنا اتبقى رايب ديوان التابلت خلينا نتكلم عن السهر التابلت معك سوارات وعروضه في نفس الوقت بدعم تركيب شريحة كون انك تاخد معالج من انتل بشريحة 3G ده في حد زروا تكلفة عالية غير المعالجات الخاصة بالهاتف الزكاية بجانب رخصة مايكروسوفت واسكايب وافيس وخلافه فهي خطوة جارئة من تكنو انها تخرج بره عباية الاندرويد من ناحية التسعير ونظام التشغيل وقدم التكنو كسسوارات وعروض ممكن تعرفها بشكل مفصل من حرف الاي الموجود في على الفيديو اللي هيحولك على باكتج ومحتويات شنطة التابلت وكمميزات في التابلت شدتني في استخدامه خاماته جودة تصنيع التابلت كويسة جدا ان ويندوز 10 البيئة التشغيله الاقوى في العالم دعم 3G دعم انفز USB كامل وابتاليها تقدر توصل فلاش خارجية واي اكسسوارات خاصة باللابتوب كيبورت التابلت المدمجة مع الكافر بتقدم تجربة استغرام لابتوب حقيقي الشاشة ليس اعتبرها ميزة لكن ليس اضعها من ضمن العيوب مقارنة بشاشة لابتوب وتابلت سل ويندوز بطاريه هي قويه في الاستخدام اما الملخوزات اللي ليه عليه عليه مكان السماعات عند استخدام التابلت هيتم حاج بوسطها بشكل نسبي منفز الشحن غير مستخدم بكثرة ومش هتلاقي الشحن الا في التوكيل الاداء غير مخصص للاستخدام الشاق فالتابلت في المقام الاول تعليمي ومالتي ميديا اخيرا اضغط على زر متابع او سبسكرايب المتاجر اسفل الفيديو عشان يوصلك اشارات باحرس الفيديوات اللي بتنسى على القناة ما تنساش اللايك وشير الفيديو مع اصدقائك تابع صفتنا على الفيسبوك لرد على تساؤلتك واسف صارتك نشوفكم على خير في فيديو اخر سلام عليكم